بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج إذا كان هناك فتاة أو شاب مستعجلان على الزواج فالمجربات لتعجيل الزواج من علوم محمد وآل محمد هي كالتالي أولا قراءة سورة البقرة في كل يوم ثانيا إدمان قراءة سورة ياسين أي بمعنى أن تقرأها وتقرأينها في كل يوم الأمر الثالث ذكر هذا الدعاء كثيرا في اليوم أي لا بأس بأن يقرأ بعد كل صلاة فريضة وهو دعاء نبي الله موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير رابعا قراءة دعاء المهمات للإمام زين العابدين عليه السلام وهو دعاء مجرب جدا 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 في تعجيل الزواج للشباب والشابات يا من تحل به عقد المكاره خامسا الاستغفار مئتي مرة كثرة الاستغفار وذكر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بنية الزواج مرة من المرات أستغفر فقط مئتي مرة أستغفر الله ربي وأتوب إليه ومرة من المرات أستغفر أقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه معا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بنية الزواج على الأقل مئة مرة قراءة هذا الدعاء بعد كل صلاة فريضة اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد اجمع بيني وبين فلان أو فلانا قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أربعين مرة ثم بعد ذلك في آخر سجدة من كل صلاة وأنت ساجد كل يوم ولو مرة واحدة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والأفضل بعد صلاة الفاجر بعد صلاة العشاء تسجد وتقول هذا الذكر أربعين مرة بنية تعجيل الزواج هذه الأعمال هذه الأذكار مجربة من علوم محمد وآل محمد نقلها إلينا علماؤنا الأعلام وأصبحت من المجربات فجرب ولا تشك واجرب عفوا ولا تشكي برنامج صباحات ولا إياه أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام